ألم عابر عنوان حمله هذا العمل المسرحي الذي حل ضيفا على ملتقى الفنون في مواجهة الإرهاب والتطرف حيث جسد مسرحيون فيه قضية التفكك الأسري ودور العائلة في الحفاظ على الأبناء من الوقوع في فخ التطرف ألم عابر عرض مسرحي بحكي عن نبذ الإرهاب والتطرف ونبذ العنف وتحديد دور الأسرة في حل المشاكل وفي بناء شخصية الأبناء كما احتضن ملتقى الفنون في أول انطلاقة له سلسلة من الأعمال الفنية والتشكيلية لفنانين عرب وأجانب خصصوها لتجسيد ظلامية الإرهاب والتطرف وخطورتهما على المجتمعات من خلال لوحات ومنحوتات ومجسمات فنية إحنا مثلنا ملامح الشخص اللي بيعاني بين الإرهاب والتطرف بملامح هذا الشخص استخدمنا اللونين الأسود والرمادي عشان نعبر عن الكآب اللي بيمر فيها هذا الشخص بعدين نتعمقنا بالموضوع أكثر على متاهات مش مرتبة متاهات مش واضحة هذه اللوحة تدعى جدار التواصل وتطالب الإعلام بتحمل المسؤولية الحقيقية لبناء السلام لأن الإعلام وفي كثير من الأحيان يلعب دورا معاكسا يتمثل في نشر الكراهية بدل السلام الموسيقى والغناء كان لهما حصة في المهرجان حيث صدحت حناجر الفنانين وآلاتهم الموسيقية بأغنيات وألحان يقولون إنها تشكل تهديبا للنفوس وغذاء للروح رسالة المؤتمر والملتقى هو فعلا لبث لغة الاعتدال من خلال الفنون الفنون بأشكالها الثلاث الموسيقية المسرحية التشكيلية هي فنون لمخاطبة الوجدان الإنساني وكلما أحيانا الوجدان الإنساني فكلما مال الإنسان إلى الاعتدال أكثر وبالموازات مع جهود عربية وأجنبية لمحاربة الإرهاب والتطرف عسكريا يسعى فنانون تشكيليون ومسرحيون ومغنون هنا إلى إطلاق صرخة عن طريق الفن لمواجهة الجماعات المتطرفة ونشر ثقافة الاعتدال في المجتمع حيدر العبدالي الحرة عمان